اجتمعت الحكومة اللبنانية لمتابعة بيع كامل الكميات الموجودة لدى محطات الوقود والموزعين وذلك لتمكنهم من استلام كميات جديدة بعد بيان من الأجهزة الأمنية يفيد بأن الكميات القديمة قد نفدت يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية الأسعار الجديدة للمحروقات بناء على القرار المعلن أمس باحتساب سعر صرف الدولار الأمريكي في تسعير المحروقات على أساس 8 ألف ليرة فقط للدولار الواحد ارتفعت أسعار بنزين 98 و95 والمزوت بنسبة تجوزت 66% بينما ارتفع الغاز المنزلي بنحو 55%